كانت لسه أول ما بدأت اسمها إذاعة الشباب يعني أنت من أيام إذاعة الشباب بس أيوة أنت قديم آخر ما يبانش عليك والله بس أنت قصة قصة درامية جبيرة لأ هقول لك ليه أنا تعرف اللي يقولوا دخل أنا دخلت الإذاعة ده اللي بسموه بشرط يعني صغير السن جدا وبدأت علاقتي بإذاعة الشباب صديق للبرامج يعني سمعت في الراديو برنامج وكان ما يكتبه الشباب في سنة الأولى كان بتقدمه الله يرحمها عديلة بشارة وحلقات أخرى بيقدمها صلاح الدين مصطفى وعزة محي الدين أستاذ صلاح الدين مصطفى أستاذ عديلة بشارة إعلامية كبيرة لها تاريخ كبير الشباب الرياضة أستاذ صلاح الدين مصطفى من أجمل وأشهر مذيعي التلفزيون المصري وكان أبلاها في إزاعة الشباب والأستاذ عزة محي الدين من نجوم البي بي سي طبعا هم دول كانوا بيقدموا البرنامج ما يكتبه الشباب وأنا تعلقت جدا بهذا البرنامج أنا تعلقت جدا بهذا البرنامج ما يكتبه الشباب وبدأت أبعت للبرنامج ده جوابات وقلت هل يعني هيرد ولا إيه هيرد ولا إيه وفي نفس الوقت ده كان لسه في سنة الأولى وفي نفس الوقت طلبت من صلاح الدين مصطفى مع احتفاظي طبعا بالألقاب للجميع هؤلاء كبار كبار الإعلاميين طبعا قلت أنا نفسي أزور مبنى الإزاع اه وفي الجواب في الجواب وهو كتب قال الزميل أحمد فتح الله الزميل قال عليك الصديق الصديق أحمد فتح الله بيطلب أنه هو يزور مبنى الإزاع وإحنا بنقول له أهلا بيك في أي وقت وعملت تصريح ده كان أول بقى وره وكان أول وجيت دخلت إزاع جيت دخلت إزاعات الشباب هي كانت في غرفة في الدور السادس قبل ما تبقى في الدور الخامس إحنا إداريا في الدور الخامس هي لحد الوقت كلها في الدور الخامس لأ كانت غرفة في الدور السادس وكان بمشرف عليها المديرها الأستاذ المرحوم المبدع الكبير إيهاب الأزهار رحمة الله عليك ده كان سنة كم تقريبا يحد؟ يعني في نهاية السبعينات ده كنا لسه يعني ما كملناش خمس سنين عمر إذاعت شباب رياضة أقل من خمس سنين أقل لأن أنا حضرت كمان حفل عيد إذاعت الشباب ده كنت إيه في المدرسة ولا إيه؟ كنت تلميس في المدرسة كنت في الإعدادي ما شاء الله لكن كنت متيم جدا بالكتابات فلما جيت بدأت أكتب للبرامج وأكتب أشعار وأكتب أفكار وأنا عادة بيقولوا عليها إيه؟ سوسة إراية صحيح فكنت أكتب كل الأفكار اللي تيجي على بالي والأفكار الفلسفية الكبيرة العميقة اللي أنا مع عمري ما أعرف لها إجابة لحد دلوقتي بس مع ذلك السن ده بيخليك دايما تسراحي شغوف شغوف أه فكتبت الجواب و جيت الإزاعة استقبلني الأستاذ راشيق عباس أنا ما قبلتوش بس أسمع الإسم طبعا وقال لي أنت في سنة كاملة أعتقد كنت عايزة في الثالثة أعدادية تقريبا فقال لي أنت صغير أولا بس قول لي أنت بتعرف وقت يرسل إزاعة الشباب ساعتين بدأت بساعتين إرسال ثلاثة بخمسة قال لي أنت بتعرف تتكلم عربي قال لي أنت بتتكلم اللغة العربية الفصحة يعني يقصد الفصحة فقال لي أنت بكلمني كده وإحنا عادين في المكتب من أنت فقلت له أنا فلاني فلاني ماذا تدرس كذا 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 ولاني بعطش الجيمة فجأة من جر محس لاني بعطش الجيمة قال لي لا تنطلق فتعال معي نزلنا الستوديو على طول الستوديو 23 ورح مسجل معي برنامج اسمه تعالنا تحدث العربية جميل وإنت طفل بقى يعني طفل يتحدث العربية حوار عادي جدا لكن كان يصحح للأخطاء لو فيه خطأ يقولوا للمستمعين ده برنامج تدريبي حلو فمنهم أنهم يسمعوا المستمعين ازاي ممكن نتحدث باللغة العربية ونبقى ممكن حادثنا يبقى عادي جدا باللغة العربية الفصحى ونتكلم في كل الأشياء وفي نفس الوقت لو فيه خطأ يصحوا لي بس والحمد الله ما لقاش خطأ ما عرفش ازاي وطلعت من البرنامج الكلام ده كان الساعة مثلا واحد عمص قال لي هيتزع ثمان ساعتين تريد تجري تجريت بقى على أصحابي طبعا اسمعوني في الإزاعة فالتشجيع بتاع الزميلة خلاني أحس إن الإزاعة دي حاجة مهمة قوي وبقت شغفتها بشكل رهيب لما قابلت السيدة عديلة بشارة رحمة الله عليها الحقيقة عايزة أقول فضلها كبير علي من ساس الراس إذا ما بيقول الحقيقة فضلها كبير جدا علي رحمة الله علي يعني هي بعد الولد والوالدة أكثر من له فضل علي في بدايات حياتي رحمة الله علي طبعا هي كمان أنا أسمع عنها كلام رائع وتعلمت منها إزاي فعلا أفعل ما أستطيعه من أجل الآخرين إذا كتشفت إنسان مبدع بأي شكل من الأشكال أساعده وقف جنبه بأي شكل من الأشكال المهم فعايز أقول لك ناس جميلة من خلال برنامج ما يكتبه الشباب حلقات ما تم عديلة بشارة عملت مجلة أول فكرة يعني ايه أعمل مجلة تجمع الأصدقاء اللي بيكتبوا للبرنامج أصدقاء ما يعرفوش بعض فروحت قال عنوان بيتي ده أنت فيسبوك بقى ده أنت فيسبوك من قبل الفيسبوك آه والله رحت كاتب عنوان بيتي قلت له قلت في البرنامج وأنا عمل مجلة اسمها مجلة تيقظة الشباب يبعتولي على العنوان يبعتولي على العنوان وبدأوا الناس المستمعين يبعتولي على العنوان وبدأت أخد الحلقة كاملة كتنص ساعة كل شهر تدفر الإبداعات اللي بتوصلك أنت كده بتعد برنامج على فكرة أنا بعد برنامج لما ده أعطي له بشارة ساعة نص ساعة كل أسبوع كل شهر كل شهر نص ساعة عدد الأول العدد الثاني العدد الثالث بدأت أجمع ناس يكتبوا أو يبعتولي هقولك بقى على الأشياء اللطيفة من المجلة دي بدأوا ناس يعملوا هما كمان مجلات فوصل عدد المجلات يمكن لحوالي عشرين مجلة وكلهم من المجلة الأم ليقذت شباب من ضمن الناس اللي كانوا يبعتولي للإزاعة أو للمجلة كانت الدكتورة لمياء محمود طبعا ما كانتش تعيتها لمياء الدكتورة لا والله حلوة قوي رئيس شبكة صوت العرب كانت بتبعتلك في مجلة يقذت شباب وانت تاخد إيه بقى أشعار ولا قصص لا أيا كان اللي بيبعتوها يعني كنت بتاخد كتباتها وتدفرها جوه بس باخد الكتبات وعمل لهم ثانية واحدة بقى عشان ما نسيبش المعلومة دي يعني دكتورة لمياء محمود بدأت اسمها يتقال الأول في الشباب والرياض طبعا ما ليه؟ حلوة لا وهي طبعا هي على فكرة أنا واسق ان هي بتعتزي بالتاريخ ده جدا جدا أكيد أكيد دكتورة لمياء من الشخصيات الجميلة ومش بس كده بقى بدأت الناس اللي بيعرفوا بعض دول الناس اللي بيعرفوا بعض بدأت أعرفهم على بعض برة الإزاعة تعزمهم يعني على الشاي؟ لا مش كده لا نروح مثلا معرض الكتاب فبدأنا نلطق ناس يعرفوا بعض بالأسامي حلوة ده فيسبوك والله يا جباب لكن ملطقوش طب استأزينك عندنا تليفونات كتير؟ طبعا